موسيقى شركات شحن دولية تنفي إبرامها اتفاقات مع الحوثيين والاتحاد الأوروبي يبحث إنشاء مهمة عسكرية لتأمين البحر الأحضر مقتل قيادي عمليات حزب الله العسكرية في جنوب لبنان إسرائيل تتبنى وتحمله مسؤولية الهجوم على قاعدة ريم موسيقى التحالف يتصدى لهجوم مسير على قاعدة قرب مطار أربيل والانفجارات تتولى في مناطق سيطرة الميليشيات في دير الزور موسيقى 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 أهلا بكم من جديد الملفات ربما ينضف إليها هذه المرة الملف اليمني من عدة زوايا في إطار العلاقة الأمريكية الضاغطة ومطالبة الحكومة بإعادة تصنيف الميليشيات الحوثية كمنظمة إرهابية بالإضافة إلى الملف الرئيسي بكل محاوره وجوانبه وهو الحرب الإسرائيلية على غزة سواء في جانب قطاع غزة وخصوصا الوسط والجنوب أو في محور الشمال الإسرائيلي الجنوب اللبناني الذي بات مشتعلا منذ يومين على الأقل واليوم كان أكثر سخونة مما مضى بعد اغتيال وسام طويل وهو مساعد قائد كتيبة الرضوان في حزب الله نبدأ هذه المرة من يمنيا حيث نفت شركة ميرسيك للشحن البحري صحة الأنباء المتداولة بشأن إبرامها اتفاقا مع الحوثيين لتفادي تعرض سفنهما لهجمات في البحر الأحمر وكان تقرير ذكر أن بعض شركات الشحن أبرمت صفقات مع الحوثيين ما تسبب في انخفاض أسهم الشركتين قال المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو أن جوزيف بوريل سيقدم اقتراحا لإطلاق مهمة عسكرية منفصلة للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر وأضاف أن الاتحاد سيبدأ هذه المناقشات في وقت لاحق هذا الأسبوع أفادت هيئة عمليات التجارة التابعة للبحرية البريطانية أن قاربين صغيرين اقتربا من سفينة تجارية على بعد نحو خمسين ميل بحري في جنوب ميناء المخى في اليمن ولم يتم رصد أي أسلحة على متنهما وأضافت الهيئة أن طاقم السفينة لم يصب بأذى وتجري السلطات تحقيقا في الحادث ونصحت السفن بتوخي الحذر وإبلاغها عن أي نشاط مريب وتعرضت عدة سفن في البحر الأحمر لهجمات من قبل جماعة الحوثي وهي هجمات تقول الجماعة إنها تأتي ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن رصد تحركات مكثفة للميليشيات الحوثية مستخدمة زوارق مفخخة في قنوات بحرية في سواحي المدرية تحيطها جنوب الحديدة واعتضمنت تحركات المرصودة إدخال زوارق صغيرة إلى قناتين بحريتين شقتهم الميليشيات من البحر إلى مزارع النخيل يبلغ طول كل منهما نحو مائتين وعشرة أمطار وبعرض عشرين متر وعمق عشرة أمطار كما نشر الحوثيون سياجا أمنيا من عناصرهم في محيط القناتين لمنع الأهل من الاقتراب وحرمانهم من العمل في مزارعهم وأضف أن الحوثيين حولوا مؤخرا أكبر مركز للإنزال السمكي في جنوب مدينة الحديدة إلى مركز للقوات البحرية وحرموا مئات الصيدين من مزاولة أعمالهم موضوع آخر مهم بدأ يظهر أو يعود الطرح من جديد وهذه المرة على لسان الحكومة اليمنية وهو مطالبة الأمريكيين بأن يعيدوا تصنيف الميليشيات الحوثية على قوائم المنظمات الإرهابية إذن هذه الحكومة اليمنية جددت مطالبتها المجتمع الدولي بإعادة النظر في التعاطي مع ميليشيات الحوثي وتصنيفها كمنظمة إرهابية وتجفيف منابع تمويلها وأيضا منابع السياسية والإعلامية لها وذلك مع عودة الحوثيين إلى صدارة الأعمال المزعزعة للاستقرار في المنطقة والمهددة للملاحة الدولية التي تستدعي إجراءات رادعة فبينما تشير دوائر غربية إلى احتمالات توجيه ضربة عسكرية ضد الحوثيين لوقف هجماتهم في البحر الأحمر قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن تحالف دعم الشرعية لعب دورا كبيرا في حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر وفي باب المندب وخليج عدن طوال سنوات الحرب الإرياني أكد أن التحالف تمكن من تحييد تهديدات ميليشيات الحوثي لسفن التجارية وناقلات النفط وأفشل مئات الهجمات الإرهابية واتهم المسؤول اليمني المجتمع الدولي بالضغط على التحالف والحكومة للحلولة دون حسم معركة استعادة الدولة وفرض اتفاق ستوكولم الذي يرفض الحوثيون تنفيذه حتى الآن وأضاف أن المجتمع الدولي فرض فيتو على الجيش الوطني الذي كان على مشارف صنعاء ومدينة الحديدة بحجة الكلفة الإنسانية للحرب من بين الضغوط التي تحدث عنها الوزير اليمني إلغاء الإدارة الأمريكية تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية مؤكدا أن تحالف دعم الشرعية أحبط طيلة ثمانية أعوام مئات الهجمات الحوثية في البحر الأحمر وذلك بتدمير مئة زورق مسير ومفخخ للحوثيين وتفكيك ألغام بحرية بالإضافة إلى تدمير عدد من المعامل والورش التي كان يستخدمها الحوثيون بمساعدة خبراء من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني في صناعة الألغام البحرية وتجميع وتفخيخ المسيرات والزوارق الموجهة عن بعد سؤال مهم أطرحه من على الجانبين الجانب الأمريكي والجانب اليمني هل يقبل أصلا الأمريكيون إن طلب منهم أن يعيدوا تصنيف الميليشيات الحوثية مرة أخرى كمنظمة إرهابية وما الذي يملكه اليمنيون من أدوات ضغط لتحقيق ذلك من القاهرة نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المؤتمر الشعبي العام اليمني الدكتور عبد الحفيظ النهاري الدكتور عبد الحفيظ أهلا بيك من واشنطن المستشار العسكري السابق لوزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط العقيد عباس دهوك سعادة العقيد أهلا بيك سأبدأ مع العقيد عباس دهوك سعادة العقيد إلى أي حد يمكن أن يقبل الأمريكيون إن طلب منهم أن يصنفوا أو يعيدوا تصنيف الميليشيات الحوثية مرة أخرى يعني هم يريدون أن يحاربوهم في البحر لكن إن طلب منهم تصنيفها كمنظمة إرهابية هل يقبلون طيب سأعود للعقيد عباس مرة أخرى والآن إلى النائب رئيس الدائرة الإعلامية الدكتور عبد الحفيظ النهاري الدكتور عبد الحفيظ هو نفس السؤال ما الذي يتغير بالأمس كنا نتحدث عن انتفاق سلام وكانت هناك موافقة شبه مبدئية من الدكتور رشاد العليمي حينما التقى مع المبعوث الأممي اليوم وزير الإعلام يطالب بتصنيف الميليشيات الحوثية على قائمة الإرهاب مرة أخرى هل يعتبر ذلك فشل للمخطط الذي أعلنه المبعوث الأممي بالأمس؟ بسم الله الرحمن الرحيم في الواقع أن مسألة السلام هو رهان استراتيجي بالنسبة للحكومة الشرعية وبالنسبة للإقليم والشعب اليمني وجربت مبادرات كثيرة ومراحل كثيرة باتجاه السلام ولكن ظل طرف الحوثي هو الذي يعرق دائما هذه الجهود وهذه المبادرات وكل الجهود الدولية مختلف اليوم هو أن الميليشيا الحوثية الإنقلابية تعيش أعلى مراحل أسكرتها أو رهاناتها الأسكرية التي أثارت وتثير الفوضى في البحر الأحمر وأصبحت تضر بالإقليم كنا نتحدث عن تقويض الأمن اليمني ثم تقويض الأمن الإقليمي وهما اليوم يقوضون الأمن الدولي بتشجيع إيراني وبتسهيلات لوجستية إيرانية الذي تغير اليوم هو هذا هو أن الميليشيا الحوثية كانت إرهابية على مستوى وطني ثم إقليمي ثم أصبح الآن من الواضح أنها ميليشيا إرهابية تهدد الأمن العالمي وبحة الشرعية أو بحة صوتها وعلى صوتها كثيرا دون أن يستمع إليها المجتمع الدولي بمسؤولية في هذا الجانب بالذات وخاصة الجانب الأمريكي في مسألة تصنيفهم كجماعة إرهابية ما المطلوب لكي تصنف أكثر مما تفعل الميليشيا الحوثية في البحر الأحمر لتصنف ميليشيا إرهابية وما المطلوب أكثر مما فعلته في تهديد دول الخليج ومنابع النفط وما المطلوب فعله أكثر مما فعلته باليمنيين وبالشعب اليمني لكي تصنف جماعة إرهابية إذن هناك يعني أمريكيون سيقولون أنا أشير فقط سعادة دكتور عبد الحفيظ يعني العقيد عباس الدهوك لدينا مشكلة معه في التواصل وبالتالي حتى يتم تلافي هذه المشكلة سيكون معنا لأنه ظهر أمام المشاهد الكريم والآن هو غير موجود فنحن نحاول حقيقة تلافي هذا الخلل التقني وسنعاود التواصل مع سعادة العقيد عباس الدهوك طيب هو المشكلة الدكتور عبد الحفيظ هو إيه اللي تغير يعني إيه اللي تغير بين الأمس واليوم يعني بالأمس كنا انفراجة وحالة فرح بأنه قد أشرفنا على توقيع اتفاق السلام بانت ملامحه في إطار مدة زمنية ست شهور هدنة وبعدين في شق اقتصادي في هذا الاتفاق والمبعوث الأمم التقى مع الدكتور رشاد العليمي وبدأت تصلنا تسريبات بأن هناك بنود لهذا الاتفاق فيها شق سياسي وشق عسكري واليوم وزير العام اليمن يقول نريد أن نطالب بتصنيف الميليشيات الحوثية كجماعة إرهابية وبالتالي هنا السؤال ما الذي تبدل هل جاءكم رد من الميليشيات الحوثية بأنهم يرفضون هذا الاتفاق الذي يريدون التوقيع أو الذي عرض عليهم من قبل المبعوث الأممي في الواقع أن المتغيرات كلها جاءت من جهة الحوثيين أولا كان ملف الأسرة يعتبر يعني متفق كخطوة أولى أن يقفل نهائيا ملف الأسرة والمعتقلين على ذمة الصراع لكي تبدأ مراحل خارطة الطريق المعلنة وبالتالي في الأسبوع الماضي وما قبله أرقل الحوثيون تقدم هذا الملف من خلال التعلل ومن خلال اللعب بالمعلومات ومن خلال تلاعب يعني إخضاع الملف للرغبات الطائفية وللأولويات ومحاولة استخدامه لأغراض الكسب السياسي وربما الكسب العسكري هذا جانب الجانب الثاني أن الحوثيين أيضا عندما ركبوا موجة نصرة القضية الفلسطينية أو قضية غزة في البحر الأحمر ورأوا أن هذه الموجة قد أكسبتهم يعني دفعة شعبية ما على المستوى العربي لمن لا يعرف جرائمهم التي يرتكبوها على مستوى اليمن وعلى مستوى الإقليم والآن على مستوى العالم فتصوروا أن ما يفعلوه ما يفعلوه في البحر الأحمر من إثارة للفوضى ومن تقويض الأمن الدولي وبالذات طرق التجارة البحرية المدنية يعتقدون اليوم أنهم بهذه الورقة يستطيعون أن يستخدموا هذه الورقة للاستقواء بها على طاولة المفاوضات وبالتالي الحوثيون أيضا هم من لم يعلنوا حتى الآن بأنهم وافقوا على خارطة الطريق جانب الحكومة الشرعية هي التي أعلنت موافقتها على خارطة الطريق أما الحوثيون فإن محمد عبد السلام يعلنوا شيئا والقيادات الحوثية في صنعات تعلنوا شيئا آخر ولم تقدم موافقة رسمية بالتوقيع على هذه وإن كانت قد وافقت من خلال التواصل على ذمة طبعا بحسب قول المبعوث الأممي على ذمته إذن كل المتغيرات جاءت من طرف الحوثيين وليست من طرف هل نتوقع دكتور عبد الحفير أنا آسف عن المغطاة لكن هل نتوقع غدا أو بعد غد يمكن أن يكون هناك إعلان من المبعوث الأممي يقول لك رفض الميليشيات الحوثية وأن مبادرته ولدت ميتا وبالتالي ما أعلن كأنه لم يكن ممكن نتوقع داخل الأيام كل الاحتمالات واردة طالما ظلت الميليشيات الحوثية تتعنت وتثير كل هذه الفوضى حتى المبعوث الأمريكي ليندر كينغ قال بأن الميليشيات الحوثية تتوسع في خلق الأعداء وإثارتها على مستوى العالم فإلى أين ستنضي الميليشيات الحوثية في استعداء العالم من حولها والإقليم واليمنيين وإذن يمكننا أن نتوقع أن تفشل خارطة الطريق ومن الغريب أن ما أعلن عن القضايا الجوهرية التي ستعلن بها هذه الخارطة هو تأخير في الترتيب لا أدري هل هو ترتيب مقصود أو غير مقصود إعادة ترتيب مسألة ملف الأسرى وتأجيله يعني كان ملف الأسرى هو العتبة الأولى والفاتحة وكان إغلاق هذا الملف هو البوابة الرئيسية للبد في تنفيذ خارطة الطريق لكننا نراه اليوم فيما أعلن من عناصر بالأمس على لسان المبعوث الأممي نرى ملف الأسرى قد تأخر وأصبحت هناك عناصر أخرى تتقدمه لا ندري إذا ما كان هذا عفويا أم أنه نتيجة استمرار التعنة الحوثي وحلقلة هذا الملف هو السؤال يا دكتور عبد الحفيد من الأولى؟ الأولى أننا طالب الأمريكيين أنهم يصنفوا الحوثيين كجماعة إرهابية ولا أطالب الأمريكيين بأن يكونوا أكثر حسما في التعامل مع الحوثيين انطلاقا من تهديدهم في البحر الأحمر أنا ليس أسأل السؤال لأن الأمريكيين أرسلوا أيزنهاور في البحر الأحمر راسية قبالة الموانئ اليمنية وهم جاهزون لتوجيه ضربات للميليشيات الحوثية في إطار عدم تعكير وتهديد الملاحة في البحر الأحمر من الأولى؟ ضربة عسكرية أم تصنيف؟ مجرد تصنيف رمزي ما الذي يضر الميليشيات الحوثية أنصنفت إرهابية أو غير إرهابية؟ المشكلة في الموضوع حساس حساس إلى درجة كبيرة أولا حساس لأن الحوثيين استقدموا ورقات المقاومة الفلسطينية أو مناصرة المقاومة الفلسطينية استخداما غير شرعي في تصوري لأنهم أصلا ميليشيا انقلابية وليس لهم أي تصفات شرعية هذا جانب ثانيا أنه لا أحد يمكن أن يقبل أن تقوم أمريكا بضربة على اليمن فهي بلدنا جميعا ولكن من الذي يستدعي كل هذه الاعتداءات أو العداوات في العالم؟ إنها الميليشيا الحوثية الإنقلابية التي لا يهمها أن يتعرض اليمن للاعتداءات أو لرد مقابل الاعتداءات التي يقوم بها الحوثيون وهذا مؤلم بالنسبة لنا ولكن قبل أن يكون لدى الولايات المتحدة خيارات عسكرية كان يفترض أن تتجه إلى تصنيف هذه الميليشيا وتحدد موقفها منها لأن الولايات المتحدة شجعت الميليشيا الحوثية الإنقلابية من خلال تراخيها ومن خلال عدم الحصم في وضع حد لهذه الميليشيا بس بروتوكولات اتفاقات السلام يا دكتور يعني هو كيف يمكن أن توقع اتفاق سلام مع جماعة إرهابية وبالتالي من مصلحة القضية الآن أنك أنت لا تصنفها إرهابية عشان يكون فيه اتفاق سلام منطقي تقبله كل الأطراف خصوصا أنه لو صنفت إرهابية لن تضرها شيئا يعني بالعكس يعني هو تصنيف رمزي هل أنت مع هذه الزاوية؟ هذا كلام صحيح من منظور قانوني حتى إبعادها من التعلة الأمريكية لإزالة الحوثيين من قائمة الإرهاب كان هو هذا كانت التعلة الرئيسية ومعها الأمم المتحدة أن تصنيفها كجماعة حوثية يعرق الإسراع في توقيع عملية السلام يعني شاملة معهم وما يزال هذا العذر أو هذه العلة قائمة سواء على مستوى الأمم المتحدة أو على مستوى الأمريكان ولكن ما الذي حدث منذ شطبهم أو إزالتهم من قائمة الإرهاب إلى أي مدى تقدمت العملية السلمية أين أمريكا وأين الأمم المتحدة من الضغط الكافي على الميليشيا الحوثية للتقدم في طريق السلام لم يحدث شيء منذ شطبها إلى الآن كادت تكاد فترة بايدن تنتهي أربع سنوات والقضية تراوح في مكانها ولم يتحقق سلام ولم يكن هناك جهود حسيثة وجادة لتحقيق السلام في اليمن مع الميليشيا الحوثية أشكرك دكتور عبد الحفيظ النهاري من القاهرة شكرا جزيلا لك الآن أصبح معي المستشار العسكري السابق لوزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط العقيد عباس دهوك سعادة العقيد أهلا بيك وتحدثت مع الدكتور عبد الحفيظ النهاري في كثير من القضايا وأحيل إليك ما خلصنا إليه خلصنا إلى نقطتين النقطة الأولانية إن طالبت الحكومة اليمنية الأمريكيين إدارة بايدن بأن تعيد تصنيف الميليشيات الحوثية كمنظمة إرهابية هل ممكن تقبل في هذا التوقيت لأنها طلبت سابقا ولم تستجب الإدارة الأمريكية هل يمكن أن يقبل الآن؟ هذا الاحتمال وارد إدارة بايدن تعيد النظرة في احتمال إعادة إدراجهم ضمن قائمة الإرهاب وعلينا أن نتذكر أنه منذ بداية عهد هذه الإدارة فقد قرروا تخفيف التوتر والرئيس ترامب أدرج الحوثية ضمن قائمة الإرهاب في نهاية مدته ولوزيلت مباشرة بعدها في بدارة إدارة بايدن فكانوا لقامة الإرهاب لفترة قصيرة من الزمن وسبب وجدها على القائمة لإسباب محلية سياسية بين الإدارتين وهذه النقطة جديرة بالذكر ومباشرة بعد ذلك إدارة بايدن قامت بتعيين موفد رئاسي إلى اليمن وتحت إدارة أوباما لم يحصل ذلك لأن أوباما كان يرى أنها مجرد حرب أهلية وإقليمية لم يرغب انخراط فيها ونفس الشيء فيما يخص إدارة ترامب أما إدارة بايدن فمنذ البدارة التفعال المزيد ورادت أن تنبضي في عملية السلام وفي هذه المرحلة هذا يعتبر إنجازا لرسالة موفدة خاصة وحصل وقفة طلاق النار وإدارة بايدن ترى بأنه نجاح دبلوماسي أي تحقيق وقفة طلاق النار والتحالف تقوده السعودية معادة يضرب الأهداف داخل اليمن وكذلك معادة هناك عمليات عبر الحدود من اليمن إلى السعودية وكل الطرفين جلسا لتحدث عن حل السلمي فهذا يعتبر نجاحا لإدارة بايدن وكذلك المساعدة الإنسانية إذا ما أدرجنا الحوثين ضمن قائمة الإرهاب فقد يعيق ذلك كل المساعدات الأمومية الإنسانية الوضع معقد للغاية وأكثرها تعقيدا هو المساء الخاصة بين اليمنين اليمنيون لم يتمكنوا من التوصل إلى أي تسوية داخل اليمن بين كافة الأطراف المتحاربة وهذا ما يزيد من تعقيد المسألة هناك ومؤخرا الحوثيون رادوا يصبحوا لاعبا دولي ويعيثون الفوضى في المياه الدولية وطرق التجارية وهذا أيضا زاد من تعقيد المسألة برمتها ساعة العقيدة عباس هو سؤال وهو كيف يمكن أن يثق أو يفهم اليمنيون الموقف الأمريكي بمعنى أمريكيون يرفضون إعادة تصنيف الميليشيا كمنظمة إرهابية وبدأ كأن الأمريكيين متعاطفين مع الميليشيات الحوثية في نفس الوقت الأمريكيون يرسلون أيزنهاور إلى البحر الأحمر على الحدود اليمنية يهددون بضرب الميليشيات الحوثية كيف يمكن أن يصدق اليمنيون أن الأمريكيين جادون بشكل أو بآخر في توجيه ضربة عسكرية للميليشيات الحوثية الأمريكيون يجادون بخفض التوتر إدارته وبدأ أن أتذكر بأن السياسة الخارجية الأمريكية تتغير مع الإدارات وحتى أحياناً ضمن الإدارة فحالياً هناك ضغط لتخفيف التوترات بسبب الحوثيين والما كان والزمان للقاء المفد الأمريكي الرئاسي لمحادثات السلام مع الدول الأقليمية في نفس الوقت أمريكا قلقة من التصعيد في البحر الأحمر ليس داخل اليمن فقط على المياه التي يعمل فيها الحوثيون وهم مستعدون لمواجهة الحوثيين في البحار العليا أو على البحار وحتى لشني ضربات داخل اليمن أي شيء داخل اليمنية تطلب قراراً سياسياً من الإدارة الأمريكية القدرات العسكرية متاحة وموجودة ليس بحاجة لحاملة طائرات لشني بعض هذه الضربات الاستباقية ولكن القرار السياسي غير موجود كما شاهدنا بعض الدول الأخرى مثل أستراليا وفرنسا وكوريا جنوبية كلهم يترددون لشني أي عمليات داخل اليمن لأن هذا يتساوي بتصعيد لمستويات مختلفة مقارنة بمجرد مجابهة أسقاط الصواريخ الروسية لكن الحوثيون يستمرون بالتصعيد فقد بدأوا بالمسيارات ثم انتقلوا إلى صواريخ الروسية المضادة للسفن وحتى هذه السفن غير المأهولة مثل القوارب المسيارة هذا أيضاً تصعيد يرغم الولايات المتحدة على فعل شيئ ما أما ستكون هناك ضربة استباقية كما فعلوا عام 2016 وقام بضرب رادارات فلا نعرفه بعد ولكن كلها ضمن الحسابات وقد يحصل ذلك إذا ما استمر الحوثيون بالتصعيد بخبرتك العسكرية وأرجو إجابة سريعة هل يمكن فعلاً أن تنطلق ضربات من أيزنهاور قبالة السواحي اليمنية ضد الحوثيين في اليمن؟ هل ممكن يضرب الأمريكيون الحوثيين؟ نعم بكل تأكيد الجيش مستعد لفعل ذلك وهناك عدد كبير من الأهداف داخل اليمن فمن ناحية الدفاعية الأمر ليس بالصعب وإمكانهم شن الكثير من العمليات الدقيقة ضد رادارات وماكن التصنيع الأسلحة والمخازن لهذه المسيارات والأسلحة ولكن هذا أمر أخرى قرار سياسي يجعل الولايات المتحدة في حالة حرب ضد الحوثيين وضد اليمن هذه هي المشكلة فما الذي سيحصل بعد ذلك؟ من السهل مجابهة الحوثيين داخل اليمن ولكن ماذا سيحصل بعد ذلك؟ كيف أن يغير ديناميكيات داخل اليمن؟ الحوثيون ربما سيمثلوا مشكلة أكبر للشعب اليمني والمنطقة أكثر ما هم عليه الآن شكرك العقيد عباس دهوك شكرا جزيلا لك بعد الفاصل إلى أنوان جديد وفيه صحة غزة تعلن ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي إلى أكثر من 23 ألف ليلة ليست كغيرها ليلة لعرض المقدمات وطرح التساؤلات بحثا عن النتائج والإجابات لفتح ملفات لم تغلق وبحث قضايا لم تحسن لاستقراء ما هو كائن واستشراف ما هو قادم واستكشاف ما هو واقع في مصرح الأحداث ليلة للحوار حول القائم والمستجد لمشاركة الأطراف وتنوع الأطياثة وبحضور الوسائل الأحداثة في المتابعة والعرض وتحليل الأخبار الليلة يوميا الخامسة بتوقيت جرينيتش على شاشة الحدث خلف عنوين الأخبار الكبيرة انعكاسات تؤثر على حياة الناس بإيقاع الحياة اليومية وفي كل شارع وحياة نرصد لكم القضايا المحلية تفاصيل دقيقة تعكس الواقع الفساد الفقر وعناوين كثيرة نحلل ونفصل أحداثاً صامتة غائبة أو مغيبة مع بداية خيوط الحدث ستجدنا هنا في مكانك وزمانك الحدث في مكانك السبت الحادي عشر ونصف صباحاً بتوقيت جرينيتش على شاشة الحدث أعود مرة أخرى إلى غزة بكل ما حاورها محاور القطاع من شمال إلى وسط إلى جنوب وهو أيضاً محور شمال إسرائيل الجنوب اللبناني الذي احتدمت هذه الجبهة الشمالية التي احتدمت بين لبنان وإسرائيل اليوم بعد هدوء صباحي حذر وجاء ذلك عقب مقتل قيادي عسكري بارس في حزب الله في قصف إسرائيلي بطائرة مسيرة استهدفت سيارته في بلدة خربة سالم الواقع على بعد نحو أحد عشر كيلو متر من الحدود مع إسرائيل في جنوب لبنان وأعلن حزب الله رسمياً مقتل أبرز قادة وحدة الرضوان الخاصة وهو وسام طويل الملقب بجواد والذي كان يتولى مسؤولية قيادية في إدارة عمليات حزب الله في الجنوب الجيش الإسرائيلي الذي تبنى العملية قال إن القيادي في حزب الله وسام طويل كان مسؤولاً عن استهداف قاعدة ريمون الجوية السبت الماضي موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة 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 اكد الرئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين نتنياهو خلال زيارته الى مستوطنة كريات شمونة على استعادة الامن في شمال اسرائيل لعودة السكان اليها واشر نتنياهو الى ان اسرائيل ضربت لحزب الله مثلا عما يحدث في الجنوب وهو ما يحدث في الشمال بحسب تعبيره اخترت القدوم الى كريات شمونة في يوم القصف علينا من نيران مضادة للدبابات لقد اخطأ حزب الله فهو يرا هنا قوة هائلة واصرارا على القيام بكل ما هو ضروري لاستعادة الامن في الشمال وانا اقول هذه سياستي سنبذل قصار جهدنا لاستعادة الامن في الشمال والسماح لاعادة السكان وبطبيعة الحال نحن نفضل ان يتم ذلك دون حملة واسعة النطاق ولكن ذلك لن يوقفنا ضربنا لحزب الله مثالا عما يحدث في الجنوب وهذا ما سيحدث هنا في الشمال اعلنت كتائب القسام قصفة لابيب برشقة صاروخية في الوقت الذي اعلن فيه الجيش الاسرائيلي ان صافرات الانذار دوت في وسط اسرائيل فيما اظهرت صور تصدي القبة الحديدية لصواريخ في سماء المدن الاسرائيلية مع استمرار التصعيد الاسرائيلي في غزة واعلنت السلطات الصحية في القطاع ارتفاع عدد القتلى جراء القصف الاسرائيلي الى اكثر من 23 الف وبحسب صحة غزة بلغت حصيلة الضحايا خلال الساعات الاربع والعشرين ساعة الماضية بلغت مائتين وتسعة واربعين فلسطيني واعود مرة اخرى بتبكير هذه الاحصائية 23 الف 48 والمصابين وصلوا الى 58 الف 926 ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة التي جاءت على لسان نتنياهو ووزير حربه يقولان في بيان هذا المصدر اعلام اسرائيلي ان الحرب على غزة لن تنتهي قريبا وستستمر عدة اشهر تصريح مقلق ويطرح اسئلة كثيرة جدا نتنياهو ووزير حربه يقولان في بيان ان الحرب على غزة لن تنتهي قريبا وستستمر عدة اشهر اجابة على سؤال لطالما يتكرر متى تنتهي هذه الحرب على غزة نتنياهو ووزير حربه يقولان ان الحرب في غزة ستستمر عدة اشهر وهذه صورة مباشرة الان لسماء غزة في هذا التوقيت نكمل المواقف اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كانعيني ان استمرار حضور القوات الامريكية لن يساعد في الحفاظ على السلام والاستقرار في العراق ان استمرار حضور القوات الامريكية تحت اي ظرف من الظروف لن يساعد في الحفاظ على السلام والاستقرار في العراق وللأسف فان القوات الامريكية تستغل وجودها داخل دول المنطقة لتنفيذ عمليات عسكرية ضد الدولة المضيفة ونحن على ثقة من ان القوات المسلحة العراقية تتمتع بالسلطة اللازمة لحفظ الامن افاد مراسل الحدث في اربيل ان المنظومة الدفاعية للتحالف الدولي اسقطت طائرة مسيرة حوالت استهداف القاعدة العسكرية قرب مطار اربيل في حال قررت الميليشيات التابعة لايران في العراق واليمن ولبنان التصعيد ضد اسرائيل فهي بلا شك ستلجأ الى استخدام الصواريخ كروز من طراز قدس 2 هذه خلاصة انتهى اليها تقرير لمعهد واشنطن يرجح فيها ان الفصيلة المسلحة العراق الذي اعلن تبنيه مسئولية تشن هجمات صاروخية على حيفا استخدم صواريخ قدس 2 الايرانية تعد صواريخ قدس نسخة مصغرة النطاق من صواريخ كروز الايرانية من طراز سومر التي تشكل بدورها نسخة من صاروخ كي اتش 55 الذي يعود الى الحقبة السوفيتية وكان بعض التقارير ذكرت ان منطقة اطلاق الصواريخ باتجاه حيفا كانت من قضاء الحمزة الغربي ببابل لكن معهد واشنطن قال ان بابل لا تشكل موقعا محتملا لشن ضربة ضد اسرائيل باستخدام صاروخية تراوح مدى ما بين 700 الى 800 كيلو متر لابعد بابل عن الحدود المتاخمة لاسرائيل هنا يفترض معهد واشنطن ان المواقع في غرب العراق اكثر ملاءمة لاطلاق هذا النوع من الصواريخ باتجاه اسرائيل وقدر المعهد ان تكون بابل نقطة انطلاق صواريخ باتجاه اسرائيل في حالة واحدة فقط في حال استخدمت صواريخ بعيدة المدى من غير صاروخ قدس للوصول الى اسرائيل نقطة مهمة جدا هل يمكن ان تضرب اسرائيل من الاراضي العراقية رغم كل هذه المسافة البعيدة الذاكرة تعيدنا الى زمن صدام حسين حينما اطلق صواريخ على اسرائيل لكن الزمن تغير والصواريخ ايضا تغيرت اطرح اسئلة كثيرة على ضيفي من بغداد المحلل الامني والاستراتيجي مخلد حازم سيد مخلد اهلا بك سيد مخلد هل ممكن يحدث ذلك فكرتك انا بزمن صدام حسين حينما اطلق صواريخ على اسرائيل وكانت جزافا وقتها يعني بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك وتحية لشاهدين قناة الحدث يعني اكيد في ذاك الوقت اطلقت صواريخ لكن هذه الصواريخ كانت صواريخ سكود صواريخ سكود التي هي صواريخ ارض ارض بعيدة المدى ويعني قسم من هذه الصواريخ حققت اهدافها ووصلت الى قلب اسرائيل اما فيما نتكلم عنه الان نعم انها صواريخ كروز وهذه الصواريخ هي مطورة يعني في مدايات معينة في سرع معينة في رأس معين فبالتالي هذه الصواريخ هو يعني يتعمد في اطلاقها لانها تطير ضمن مدايات مخفضة لاجل ان الرادارات لا تستطيع التقاط لها فبالتالي اذا ما اطورت هذه الصواريخ الى مدايات تصل الى 800 كيلو 700 كيلو سعودا فانها ممكن ان تصل الى يعني اسرائيل لكن من مناطق تعد مناطق يعني ضمن الخرارة التغرافية ايه المناطق الاقرب لو نفترض ان هذا السيناريو سيحدث يعني انا اتوقع في الاراق هناك منطقتان يمكن اطلاق الصواريخ وتصل الى اسرائيل يعني سواء الى قلب اسرائيل او يعني مناطق قريبة يعني ضواحي اسرائيل هي المنطقة الغربية في الاراق ومنطقة قريبة من جبال سنجار في المناطق الشمالية وتلك المنطقة هي منطقة قريبة للحدود السورية ومن ثم تستطيع هذه الصواريخ الوصول الى اسرائيل لكن يعني اكيد هذا الموضوع يجعل الاراق يعيش خطرا قد يحدث في اي لحظة يعني اذا ما استخدمت هذه الصواريخ فعلا من الاراضي الاراقية وتم يعني استهداف حيفا فاكيد الجانب الاسرائيلي سيضع على بنك اهدافه اهداف عراقية قد تكون اهداف مكانية او اهداف شخصية وقد نشهد عملية استهداف لشخصيات اخرى لكن هذه المرة بطائرات اسرائيلية وباستهداف اسرائيلي لاننا سمعنا دائما من وزير الحرب وما كان يتكلم انه اذا ما تم استهدافنا من اي منطقة نحن سوف نرد على مصادر النيران من تلك المنطقة وسيكون ضمن بنك الاهداف الموضوعة لدى الاستخبارات والعمليات الخاصة الاسرائيلية لذلك يعني اليوم نعم لذلك اقرر مرة اخرى المناطق التي يمكن ان تلجأ اليها ايران او بين قوسين المقاومة الاسلامية في العراق زي ما هي بتكتب على نفسها دائما هي المناطق الكردية يعني سنجار وبعض المناطق الكردية يعني الذي سيتضرر هي المناطق الكردية ليس بالضرورة يعني عندما شخص شخص ان هناك هدف قد قام بالعمليات استهدف بها الجانب الامريكي وهو قيادي في حركة النجباء فهم استهدفوا هذه الشخصية عندما وصلت الى العراق وعندما يعني ركب سيارته او عجلته فالاستهداف ليس بالضرورة ان يتم على نفس المنطقة التي اطلق منها الصارف وانما على الجهة التي قامت بالاطلاق او الجهة التي مولت او الجهة التي ساعدت في الاطلاق انا ارى ان هناك رؤية اسرائيلية اليوم تذهب باتجاه استهداف قيادات من الخط الثاني او الخط الثالث في فصائل المقاومة خلينا في الزاوية الاخرى ما هي في رؤية الاسرائيليين على الاسرائيليين انا انقش الان سيناريو المشاهد الكريم الذي يتبعنا الان ربما يراه مستبعدا وهو فكرة ان من الحدود العراقية انت لو بسيط على الخريطة هتجد ان هناك سوريا كاملة يعني تطلق صاروخ من العراق فيمر تماما بكامل الاراضي السورية حتى يصل الى الحدود الاسرائيلية وربما تكون حيفا هي الاقرب في هذه المسألة فانت بتتكلم صاروخ يمر من سماء دولة كاملا حتى يصل الى النقطة الاخرى قد يكون سيناريو مستبع لكن الذاكرة تقول صدام حسين عمله وبالتالي هنا قدرة الصواريخ حتى لو طور قدس اتنين هل يمكن ان يؤدي هذا الغرض وكم صاروخ يعني مثلا يمكن ان يصل لا يعني يعني حسب يعني نحن حقيقة لا نستطيع ان نخمن كم هو عدد الصواريخ التي ممكن ان يطلق لكن اذا ما اردنا ان نقرأ في الجغرافية السورية فاكيد هناك تخادم في بعض الاحيان ما بين يعني فصائل المقاومة وما بين الدفاعات الجوية السورية فممكن انه يتم يعني غض النظر عن هذه الصواريخ اذا ما اطلقت واخترقت الاجواء السورية فبالتالي انا قلت هذه الصواريخ تمتاز بانها يعني ليس كالصواريخ الباليستيين صواريخ الباليستيين يعني عملية الاطلاق تكون بصورة منحنية وهي عادة ما تكون اسرع من الصوت لكن الصواريخ الكروز تمتاز بانها يعني تطلق وفق مدايات منخفضة لاجل انه لا يتم استيادها من قبل الرادار لذلك هم طوروا بهذه الصواريخ في مداياتها وفي رؤوسها وفي كثير من الامور بهذه الصواريخ التي يعطو احتماليات التقاطها من قبل الرادار احتماليات يعني نسب تفاوضة فممكن يعني انا ممكن اطرح السؤال الذي يأتي في ذهن المشاهد الآن هو ايه اللي خلي ايران تروح على العراق عشان تطلق صاروخ على اسرائيل طب ما هي لديها جنوب لبنان ولا لديها سوريا يعني لو اردت ان تطلق طب ما تطلق من سوريا او من جنوب لبنان يعني ايه ما الذي يدفح على كل هذه المسافة البعيدة يعني يعني انا ارى من وجهة نظري ان الجانب الايراني دائما ما يستخدم الدبلوماسية الناعمة في جميع تصريحاته وهو لا يتبنى اي عمل تقوم به فصائل المقاومة بالرغم من اننا نعرف ان هذه الفصائل جميعها تعتبر ايران هي مرجعها والحرس الثوري هي مرجعها في جميع الامور سواء اللوجستية والدفاعية والتمويلية وغيرها فبالتالي هي تريد ان تربك الموضوع لاجل غايات واهداف فيما يخص الساحة العراقية هناك اليوم ضغط واضح المعالم على خروج القوات الامريكية من العراق هذا الضغط يعني هم يحاولوا جعل فصائل المقاومة في العراق تقوم باستهداف الجانب الامريكي والجانب الاسرائيلي من الارض العراقية لانها تعلم ان هذه العمليات التي تقوم بها فصائل المقاومة اليوم قد تجعل من فصائل المقاومة وسيلة للتفاوض في بعض الاحيان وهذا التفاوض قد يصب في مصلحة ايران لان ايران اليوم لديها بنك من المطالب اليوم تريد ان تحققها يعني لحسابها ولمصالحها باستخدام ادواتها خارج ايران فممكن يعني ممكن لكن هذا الاستهداف من الاراضي العراقية الى اسرائيل او الى سوريا هذا قد يعرض الارض العراقية وشخصيات العراقية الى عمليات استهداف بشكرك سيد مخلد حازم المحلل الامني والاستراتيجي من بغداد شكرا جزيلا لك واعود مرة اخرى قبل الختام اذكر فقط باحصائية العدد الضحايا الذي وصل الى ثلاثة وعشرين الف وثمانية واربعين يعني نضيف عليهم متين تسعة واربعين تلاثة وعشرين الف وتلتمية لكم دائما تحياتي وإلى اللقاء اشتركوا في القناة